الجمعية الجالية الجزائرية في اسبانيا بخصوص في جيرونا مدينة جيرونا هي مدينة حدودية فمن خلال نشاطة تعنا نشوفه كثير من الجزائريين يعبروا على المنطقة تعنا وبتالي النشاط كله ينصب في علاجة مواضيع عديدة من بينها الموضوع الجزائريين بدون وثائق أو الجزائريين بالوثائق تحهم عندهم صعوبات في الأمور الإدارية مع الإدارة الإسبانيولية وحتى الإدارة الجزائرية التمثل في قلصولية الموجودة في برسولون أو في مادريد أو في أليكنتي الدور الجمعية هذه هي مرافقة كل الجزائريين موجودين في إسبانيا أتكلم بخصوص على إسبانيا ما هي حالة تقدر الجالية في إسبانيا الجزائرية أنا أحكي لك على المقاطعة الإدارية في برسولونا تفوق 50 ألف جزائري 50 ألف في مقاطعة إلا في مقاطعة إدارية برسولون لتشمل عدد 15 مدينة ونقدر أذكرهم لك بمبلونا بيلباو سان سيباستيان ساراغوسا تاراغونا برسولونا خيرونا هم تمركزين كثير في برسولونا أم في العاصمة مادريد نعطيك واحد نبدأ هكذا باش تعرف كيفاش من قسمة الجالية الجزائرية في إسبانيا احنا عدنا تلت تلت قنصريات في مادريد هي عبارة عن مقاطعة اللي عندها مدن تحها وبالتالي في أليكنتي عندها المدن تلحق احتل فالانسيا سيفيا وكل الألميريا وكل المدن المجاورة لها وبرسولونا مقاطعة من تانيك اللي هي تشمل تشمل عدد كبير من من المدن اللي اذكرتهم لك حاليا مه